عَلَى نُدُ لِلَّهِ زِيَرِ الْخُفْرَانِ وَالْكَرَامِينَ سُمَّ سَلَامَانِ عَاتَ الْخَرْقِ قُلِّهِمِ عَلَى الْأَزِي سَعْدَ فِي الْخَرْبَارِ وَالْمَعْجَامِينَ مُعَامَدِ الْخَرْقِ قِلَّهِ قَلْبِهِمِ مَلْ أَتَجِعُونُ فِي الْخَرْبِ وَالْنِخَامِينَ وَبَادُ فَالْخَرْقُ مِنِّ الْيَوْمَ سُعْلَامِ مِنْ قَاسَةِ سَنْدِ وَالْأَفَادِ وَالْقُمَامِ قَوَاتُ سَعْتَ عَبَدِهِ لِلَّهِ مِنْ عَدَمِ أَصَدَابِ اللَّمُ دِلْكُّ دِلْكِ بِزُلَمِ قَالَى وَالْقَقِمِ مِنَا تَيَّعِمُ تَجِمِ جديدك كل رأسها من تغلبي وغانتني وغانبي قاير منتبي فرد مصابران حقيقة أنا في غاية السرور أن أتيحت لي الفرصة لأن أقوم بزيارة هذه المدينة الطيبة التي لها من اسمها نصيب فهي مدينة طيبة بأهلها حقيقة أريد أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكم جميعا على هذه الحفاوة في الاستقبال وحقيقة أنها تركت أثر كبير في نفسي خصوصا أنكم بهذا الاستقبال وهذا ما قمتم به من أجل هو أنا أعتبر أنه حقيقة موجه إلى فلسطين لوني أني أمثل بلدي فلسطين وأنا أتيتكم من بيت المقدس من القدس حيث ولدته هناك في تلك المدينة وربما الكثير منكم يعرفون والبعض ربما لا يعرف بأنه هناك في مدينة القدس وبجوار المسجد الأقصى هناك مقام لشيخ إبراهيم ميس إبراهيم نياس عند أحد أبواب المسجد الأقصى فالعلاقة بين السنغال وفلسطين هي علاقة تاريخية هناك الكثير من المجاهدين السنغاليين قدموا إلى فلسطين من أيام صلاح الدين الأيوبي وبعد ذلك قدموا عندما كانوا يقومون بأداء مناسك الحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة كانوا يقدسون الحج فيأتون إلى مدينة القدس ومنهم الكثير من السقرة وبقية في القدس هناك حي كبير في داخل الأسوار للجاليات الأفريقية متواجدة في مدينة القدس وهم أصبحوا جزء من شعبنا الفلسطيني الصامد والصابر في مدينة القدس ويدافعون عن المسجد الأقصى بسمودهم وباعتكافهم في ساحات المسجد الأقصى لمنع الاحتلال وقوات الاحتلال وحكومته العنصرية وقطعان المستوطنين من تدنيس المسجد الأقصى ومن محاولتهم لتهويد المسجد الأقصى وكان لهم حقيقة دور فعال وكبير في حماية المقدسات في مدينتنا في القدس مرة أخرى أريد أن أشكركم خالص شكر وتقدير ومن هذا المكان المقدس الذي شرفتني بزيارته ورأيت حفظة القرآن والأماكن التي يدرس فيها القرآن ويطلع فيها القرآن الكريم وطلبت من أخي أن يطلب من هؤلاء الدعاء وحفظة القرآن ومن يطلون القرآن على مدار الساعة أن يتوجهوا إلى الله عز وجل بالدعاء لأهلنا في فلسطين لأن شعبنا الآن بحاجة لدعاء كل المسلمين أمام ما يواجهه من تقتيل وتشريد وحرب إبادة يشنها الاحتلال الصهيوني على أهلنا في غزة وفي الضفة وفي القدس المحتلة وبرك الله فيكم ونتمنى أن نزوركم باستمرار وأن تكون لنا علاقة مع هذه المدينة الطيبة وإن شاء الله ربما في شهر رمضان تتاح لنا الفرصة ونأتي لنعيش الأجواء الرمضانية في هذه المدينة وبرك الله فيكم شكرا لكم الحمد لله الحكيم القائد سبحان الذي أسرى بعده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لذريه من آياتنا إنه هو الصميع البصير والصلاة والسلام على من أسري ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ورضي الله عن خديمه حامي ملته وسيرته في نفحاته الخالدة القائل في حقه عليه الصلاة والسلام صل على سار سماء فوق البراق للسماء محمد وكرمى بحزبه وسلم قد بات يخرق الطباق في الليل قاصد وفاق والانبياء باتفاق لاقوه بالتكرم والقائل أيضا قد حاز فخرا من حين أسرى بالجسم جهرى بالافترائي أكرم بربي أسرى بحبي ليلا لقربي مع البرائي وبعد فسلام تام بوجود مولانا المرشد الخليفة العام للمريدين شيخنا محمد منتقى حفظه الله بما حفظ به الذكر الحكيم ومتعنا ببقائه وموفور صحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعادة السفير دولة فلسطين الشقيقة أصحاب السماحة والشرف الوفد المرافق لسعادة السفير السادة الحاضرين والمشاهدين في شطة بقاع معمورة نحييكم ضيوفنا الكرام باسم دائرة مخدمة الخدمة للمسجد الخديم الطوبوي كل بجميل وصفه وجزيل لقبه ونرحب بكم في رحاب هذا الجامع الكبير ونفرح بقدومكم لزيارة هذه المدينة التي تمثل إحدى المعاقل الدينية العريقة في بلاد السينغال سعادة السفير المحترم وإستقدم دائرة مخدمة الخدمة هذه الكلمة الترحيبية فإنها تنوه من ناحية أولى هذه القطوات الدبلوماسية الميمونة التي تقوم بها سيادتكم توطيدا للعلاقة الثنائية بين المدينة المحروسة طوبى بالقدس الشريف مسر الرسول صلى الله عليه وسلم وإرس الأمة المبارك ولا شك أن هذه الاتصالات الدبلوماسية لها أثرها البالغ في توسيع آفاق التعاون والتواصل والتفاهم وفي الواقع فإن الشيخنا أحمد القديم كان أول من جسد معالم هذه العلاقة من قلال توجيهاته الشريفة وكتاباته الخالدة اعتبارا لأهمية القدس الدينية والتاريخية وقد ظل هذا الشعور الانتمائي باديا للعيان لدى أطباعه في دوام دعمهم وخبهم لنصرة القدس وتحرير فلسطين وما جهود شيخنا محمد المنطقة في هذه القضية منا ببعيد ومن ناحية ثانية فإنه لا تغيب يوما عن ذاكرة أي واحد منا تلكم الأحداث المأسوية الجارية التي يتعرض لها إخواننا في دولة فلسطين الشقيقة وتغمرنا مشاعر الحزن والحسرة والألم ونحن أيها السفير نرفع هذه الكلمة أمام سعادتكم كما يملأ خلوبنا كل الود والحب والشفقة لهؤلاء نظرا للروابط المشتركة بين الدولتين والتي لا زال يثمنها موروحنا الدين والثقافي والإنسان عامة وعلى هذا الأساس فإن الدائرة دائرة مقدمة الخدمة تبدي تعاطفها اللامحدود مع الشعب الحلسطيني وتلقي رسالتها هذه إلى أولئكم المرابطين في غزة الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم لنصرة الدين وتمكين المسلمين فأريقت دماؤهم وانتهكت حرماتهم وطالت يد الجور والعنف حقوقهم وممتلكاتهم وما تزال تتوالى أعمال العنف والقتل والتخريب والقصف متواصلة بكل همجية وعشوائية وما زادت هذه المحن المتوالية إخواننا الصادقين إلا ثباتا ويقينا في الله فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا لإيمانهم الحق بوعد الله ونصره القريب ونحن معشر المؤمنين نتقاسم معهم هذا الشعور باليقين لاعتقادي بأن وعد الله حق وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم اللي سرطضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم وأمنى وأن الله لا يغلف الميعاد وأن العاقبة للمتقين ولا يحيق المكر السيء إلا بأهلي فهل ينظرون إلا سنة اللولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويل أيها الشعب المظلوم إخواننا المرابطون الأوفياء في قطاع قزة نحن أعضاء دائرة مقدمة الخدمة باسم رئيسها المحترم الشيق عافية بوسو الإمام الراطب بالجامع الكبير بطوبة وباسم جميع هيئاتها الإدارية التي يمثلهم الآن الشعب لاحد بوسو من داقل الوطن وخارجه نعرب عن إدانتنا الشديدة لكل الاعتداءات العنيفة على أرض فلسطين ونؤكد دعمنا الثابت وتضامن المطلق مع هذا الشعب المحترم رجالا ونساء وأطفالا رافعين أكف التضرع والتذلل إلى المولى الرؤوف داعين له ما دعا به العبد القديم في مناجاته من مثل قوله أفقك رقاب المسلمين فكا وكف عنهم ما يجر الشكا واشف جميع المسلمين عاجلا ثمقهم خوفا وحزنا آجلا ونجهم وعافهم والطف بهم ولا تآقصهم بكثرسا بهم ندعوه سبحانه وتعالى أن يرحم موت المسلمين ويشفي مرضاهم ويحقق لهم النصر والتأييد ببركة هذا المكان الشريف ودفينه الميمون إنه ولي ذلك نعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العيسة عمى الصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كادا تردن على قلب سنو قوان خوف ونور قدا آخر كل زمن خوف ونور قدا آخر كل زمن خوف ونور قدا آخر كل زمن ودفينه المتقيمة والسلم خوف ونور قدا آخر كل زمن اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة